مساء الورد والفلي والياسمين اهلا بحضراتكم والنهاردة وردي بزيادة طبعا نهاردة الفلانتين كل سماء حاركو طيبين بالنسبة لكل سيدة سابتة على موقفها وفهمة ان الفلانتين لاتعمل حالة محشي وبطل للرجل الرجع شقيان تحياتا للعظماء بالنسبة للمسانية وردي ودباديب هقول لها شعبت فضل ربنا وانا هبات معاكم من النهاردة الاسبوع الجاي لاني منفعش بعد كلمتين دول ارجع البيت باستضميري الصحي كان لازم اقول لك كلمتين دول تمام؟ ويا رابط كل مدام ما تسمعش الحلقة اهلا بيكم والنهاردة لايف مع روحايم وغد نزع المقدمة دي واللي هتقطع بسببها النهاردة هنتكلم عن مشكلة المشاكل ثبات الوزن بنعمل دايت وبنخسش بنعمل دايت وبعد شوية وزيه بيثبت في حاجة اسمها بلاتو دايت بلاتو او ويت بلاتو ان حضرتك وزنك مع الوقت ما ينزلش وزنك مع الوقت يفضل ثابت رغم ان في تغيرات كتير بتحصل عليك لكن الوزن بيفضل ثابت الموضوع دا ليه اسباب كتيرة جدا النهاردة جايين اتكلم عن اسباب دي وجايين نحلها يمكن الحلقة دي مش تكونش مهمة للناس بتعمل دايته بس مهمة لاي حد مهتمة بصحته مهمة لاي حد بتكلم عن الاكل الصحي بشكل عام ازاي انا تعبان وطلع عيني وفي نفس الوقت وزني ما نزلش تمام؟ هنبدأ معانا اول سبب من الاسباب اللي تخلينا وزنينا ما ينزلش وعلى فكرة السبب دا بفجأة اكبر بما تتخيلو اول سبب معانا هو الدايت لفترات طويلة طبعا كارسة الناس بتخيلها ان هي لما بتعمل دايت لفترات طويلة المفروض شكلها يتحسن وان صحياتها تبقى احسن وان الدنيا عمدها تبقى افضل بكتير جدا لكن الدايت لفترات طويلة بيؤدي الى بلاتو ازاي؟ جسمك ازاكي فوق ما تتخيل؟ بيعمل حاجة اسمها ادابتيشن يعني ادابتيشن هو التعود التعود على اي حاجة لو حضرك بلد سكر وبتاخد داول للسكر بعد فترة تجد الدكتور بيغيره ايه الفكرة؟ جسمك اتعود عليه لو انت بتاخد مضادة حاوي لشيء معين والمرض دا بيتكار مع كل فترة تجد ان كل فترة لازم جسمك لازم الدكتور يغير المضادة الحاوي ايه الفكرة؟ ان جسمك بيتعود عليه السبب الاول والاكبر لسببات الوزن هو الدايت لفترات طويلة وكمان جزء منها اوي وكبير انظمة الدايت الغلط بعض الناس فرحانة مثلا بالكيتو هو بيجيب نتائج لكنه منفعش لكل الناس لكن وانس ديتو اول مرة فرستايم كيتو حتنزل وزنك كويس جدا قطعت ورجعت هينزل حاجة بسيطة التالتة استحالة والمشكلة بتستعصي على النزول مع انظمة تانية بعد كده فيه انظمة زيه كتير الكميكل دايت بيجيب نتجة حلوة جدا اقطع وحاول تعمل دايت طبيعية لانفسك بيزيد مش بتقل فالدايت فترات طويلة جدا وانظمة الضيط الغلط من الاسباب اللي بتعمل عندنا سبات في الوزن وده كان اول سبب من اسباب سبات الوزن السبب رقم اتنين نقص الفيتامينات والاملاح والمعادن اللي بيحصل معنا مع الدايت يعني ايه؟ وانا بعمل دايت عشان جسمي يخسر املاح وفيتامينات ومعادن انت جسمك بشكل عام بيعوض الكيفية بالكمية بمعنى انت ممكن تاكل وجبة صغيرة وده دورنا في الربلس من ديميلز احنا بنتكلم على الوجبات اللي هي صغيرة بس في ديتك غزائية عالية لكن احنا بشكل عام كمصريين بالزياد لان احنا عدتنا الغزائية شوية غلط وقلتلكوا احنا عمدنا حاجة جميلة جدا بدر ما فك في اي حاجة ونبوزها تمام احنا معنا الكاتيجوري بتاع الفيتامينات والمعادن فاحنا بنضع في اي حاجة ونبوزها يعني مثلا زي ما اتكلمنا ان الكورمبو بالحاجات اللي بتخص على الفكرة بس احنا لازم نحشيه ونعمل تسبيكة محترمة من الحاجات التانية اللي بنحبها او المفيدة جدا نخرشوف بس احنا لازم نحشيه ونحمره كمان لازم نضع في اي حاجة ونبوزها فبيحصل دايما معنا في الدايت نقص فيتامينات واملاحه معادن بعض الناس تقول ده بسبب الدايت اه هو ده ممكن يكون بسبب الدايت لو الدايت كان غلط لكن لو الدايت كان صحيح ما بيحصلش كده طبعا اتكلمنا عن نقص فيتامينات دي وللأسف مش الدايت هو السبب في نقص فيتامينات دي بيكون عدم تعرض للشمس لكن نقص الحديد ونقص فيتامينات بيكونه سبب الدايت في بعض العناصر بقى النادرة في الطبيعة واللي بيعوضها الكم الاكل الكتير بتعوض نقصها اللي موجود شوية في الاكل اللي هو قلنا على السيلينيوم والزينك والنحاس وخاصة عشان ابو خاطب سيدات اغلب جمهورنا سيدات دول العناصر مهمة جدا لطول شعرك وكسافة شعرك وبشرتك فعندنا نقص الاملاح والفيتات المعدن من احد اهم الاسباب اللي بتؤدي الى ثبات الوزن فترة طويلة جدا لان جسمك بيقاوم عشان بيعمل لحاجة زي نتكلم نوة سيلف ديفانس نوة بيدافع عن نفسه ده كان السبب التاني معانا السبب التالت من الاسباب اللي بتخلينا من منزلش في الوزن هو الادوية المدمرة للصحة وكان معانا فيديو بخصوص الموضوع ده ياريت نعرض الفيديو يا جماعة تمام الادوية المدمرة للصحة من الحاجات الخطيرة جدا طب وانا هو في حال دعاقل في الدنيا بياخد ده ومدمرة للصحة للأسف احنا بناخد ادوية مدمرة للصحة للأسف احنا بناخد تجربتنا الرئيسية من وردف ماوث من جارتنا ومن يوظي الله حرقها مطرح مية موجودة بناخد تجربتنا الرئيسية هتشوف الفيديو مع بعض يا جماعة ونرجع لكم الفيديو دي اه واحدة بس سوى جماعة بالصدفة في حد من المتابعيننا يعني حالة معانا كانت جايبين لعلبة من الادوية الشهيرة اللي انتوا عارفين شكل علبة بتاعته مش حاول اسمه دلوقتي انتوا عارفينه طبعا بنتكلم هنا ان تاريخ الانتاج بصوا معايا هنا علشان اسف تمانية وعشرين تلاتة الفين وطمانتاشر تاريخ الانتهاء تمانية وعشرين تلاتة الفين واحد وعشرين ده اللي على العلبة بصوا معايا بقى اللي على الشريط يبقى ربق واضح هولو فوق محفور تاريخ الانتاج واحد الفين وطمانتاشر تاريخ الانتهاء واحد الفين واحد وعشرين هنا يا جماعة بنتكلم على شهر ثلاثة وهنا بنتكلم على شهر واحد. طبعا المفروض المنتج ده انتم عارفين من اشهر المنتجات اللي كتبين لك عليه ايه بقى? ان هو خلاص? معلش انا اسف منتج الماني ايه? اللي تاريخ الانتاج العشريط غير تاريخ الانتاج اللي على علبة. وده اللي انا قلت عليه مية مرة المنتجات دي هتوديكم ورا الشمس. ارجوكم خالبا لكم وصحتكم الادوية. المنتجات دي انا قلت عليها مية مرة هتوديكم ورا الشمس. والمنتجات دي هتوديني انا برضو ورا الشمس. جويل. هجومي على المنتجات دي يعني بعض الناس بتستغرب منه انت هداوش دماغك ليه? انا بتعرض لهجوم شخصي على فكرة بسبب الادوية دي. والليس كنت لو بتحذرني بلاش تتكلم على الموضوع ده. بس والله هتكلم على الموضوع ده. الفكرة انت مش مستوعب ان الدوة ده مش واحد ترخيص. اولا هو مش دوة الماني يعني بص ما تبقاش غشاش وتبقى غبي. يعني حاطط لي دوة الماني والكلامين موجودة على العلبة. مش موجودة على الشريط. يعني ده مش بتاع ده. يعني تاريخ الانتاج والصلاحية اللي موجودة على العلبة. مش موجودة على الشريط. يعني متخيل الدوة ده طلع من المانيا. وهو بيقولك انا غشاش وانا دوة نصب. احتب تاخدوا ادوية مدمرة للصحة وانا هفضل تكلف الموضوع ده ومش هسكن ليه؟ انت ممكن تعمل حاجة بدون قصد تمام؟ تأذيك فترة بسيطة لكن تعمل حاجة ممكن تدخلك مستشفى تعمل حاجة ممكن تجيب لك اكتئاب مرضي كلنا بمر بحالة اكتئاب كلنا انا بمر بحالة اكتئاب لكن اكتئاب مرضي لا هنا الموضوع خطير والموضوع شديد نجي اخد حاجة تدمر عادة القلب يا جماعة الموضوع اخطر مما تتخيلوه الموضوع اخطر مما تتخيلوه انا حاربت الادواء دي وهحاربها عشان هي خطر على صحتكم كنها جابت نتيجة يا جماعة اي حاجة غلط بيجيب نتيجة لو مشت عكس هتقصل بشكل اسرع لكنك موتعرض ان يحصل لك حادث وتموت لو بتغش في امتحان هتنجح لكنك هتطلع فاشل اي حاجة غلط بيجيب نتيجة انا يعني فيه مت حاجة ممكن تتاخد لعلاج السمنة بس ما ينفعش تتاخد وهتجيب نتيجة بس هي اثرها مدمر للصحة في بعض الادوية المصرحة بعض الادوية المصرحة بانتاجها وبتتباع الابحاث على فرين التجارب بتقول ان بعد زمن معين ممكن تقادي الى سرطانات عشان كده فيه تحزير قد كده عليها بتتاخدش الى من 3 ل 4 شهور كمية انا نزلت الفيديو ده على صفحتي صفحة دكتور محمد رحيم كمية الكومنتات اللي جاتلي على حالات تعبت وتأزد بسبب الادوية دي فوق متى تخيله طيب يبقى احنا تكلمنا ان النقطة التالتة معنا كانت تناول الادوية المدمرة للصحة لان هي بعد شوية بتؤدي لان جسمك بيستجيبش لأي ضايت ولا لأي داوة تاني ودي كانت النقطة رقم 3 النقطة رقم 4 كانت انتظام الرياضة تخيلوا وطبعا محدش فيهمني غلط ويسمع النقطة دي كويس جدا انتظام الرياضة بوطيرة معينة لفترة طويلة بيؤدي الى ثبات الوزن يعني ايه انا تعودت امشي كل يوم نصف ساعة بعد اسبعين 3 اربعة يجي الشخص دي يحلف لك يحلف لدكتور انا والله العظيم بمشي كل يوم نصف ساعة مع ذاك ما بخصش انتظام الرياضة لفترة معينة جسمك بيعتبر دا اسلوب حياة ومش هيخص علي بمعنى حضرتك تكلم على ساعة البريد مثلا شخص طالع نازل بيوصل جوابات وهكذا وبيمشي على جلي فترة طويلة ممكن تلاقيه شخص عنده سمنة هو فيه رحل دا بيمشي زي الرجل دا صعب صح ممكن تلاقي بنا انا بتكلم على مهن شقة تلاقي بنا وزنه زيادة شوية طب هو عشان بيعوك حبيبي هو رجل دا بيمز المجهود غير طبيعي لكن انتظام مجهوده دا الفترة طويلة جسمك اعتبره عامل سابت بمعنى ان ساعة البريد دا ربناك رمو يترقى هيبقى ماسك مكتب بريد رئيسي الرجل دا وزنه هيزيد جدا بشكل مبالغ فيه يعني ايه الرياضة دي كانت فيها دوب بحافظة عليه بالزبط انتظام الرياضة لفترات طويلة بدون تغييرها دا احد اسباب سبات الوزن وده اللي الناس بتستغرب له لما ييجي الدكتور يسأله بحضر كيفان بلازم تعمله الرياضة وتحلف له عظيم انها بتعمل رياضة والدكتور ما بيستدهاش لان ما شمعولها بتعمل رياضة وما بتخسش وهي برضو مش معطني ازاي انا بعمل رياضة وما بيخسش دا من الاسباب الكبيرة السبب رقم خمسة معنا النهاردة هو بعض الحالات المرضية وربنا يا رب بيشفي كل الناس طيب ايه الحالات المرضية اللي ممكن تؤدي معنا لسبات الوزن لو انت مريض غدة غدة ضرقية وبتاخد دوا بتاعك بتيجي بتبدأ مع الدكتور دي بتنزل شوية لكن الغدة لازم هتيجي في مرحلة بتعكسنا بشكل كبير حتى مع انتظام الدواء وانتظام التحليل برضو الشخص مريض الغدة مش زيه زي الشخص الطبيعي طيب دا معناه انه مش هيخس هيخس بس هيعصلك شوية الموضوع حيثبت معنا شوية تاني حالة من الحالات المرضية بنتكلم على مرضى سكري خصوصا طيب 2 الناس اللي بتاخد اقراس مش بتاخد انسلين والله هو عامة الحالتين لكن الناس اللي بتاخد اقراس بعد شوية بيحصل عندها ممكن نتكلم على حالة اسمها انسلين ريزيستين زيوبستي هو لازم يخس عشان جسمه بيستجيب اكتر للأدوية لكنه جسمه بيقاوم مسألة نزول الوزن فبيثبت لكن مجرد بيكسر السبات دا حياته بتتغير تماما بعض الحالات اللي احنا تكلمنا عليها سوى النقطة انسلين ريزيستين زيوبستي انه جسمه بيقاوم الانسولين جسمه نفسه بيقاوم هرمون الانسولين وعلى فكرة الحال يعني محتاجين ناخد حلقة كاملة نتكلم على الموضوع دا لان احنا اغلبنا بيعاني من النقطة دي ودي مش حاجة مرضية بشكل كبير دي حاجة ممكن تكون نتيجة بعض عدد غلط وبعض عدد غزائية غلط مجرد متصلح انت بترجع شخص طبيعي وجسمك بيخسر بشكل طبيعي بعض الناس ربنا يكون معهم يا رب حالات اللي بتعاني من امراض مناعية الحاجات اللي جسمك فيها بيهاجم نفسه زي حالات الروماتويد وغيرها الحالات اللي زي كده بيضطر انه ياخد كورتوزون لفترات طويلة وكورتوزون ممتد المفعول كورتوزون دا من حاجات ابريخمة جدا اللي بتقاوم الدكتور بس النازل يلازم بقولها نقطة مهمة جدا كونك بتخس وزن قليل او كون وزنك ثابت على فكرة انت كسبين كتير جدا ازاي؟ حظتك بتاخد انسولين بتاخد اسف كورتوزون ممتد المفعول او حتى الادوية نفسها المتعلقة بالامراض المناعية دي الصراحة الجنابية كلها زيادة الوزن فاكونك ثابت احنا عاملين انتصار لان الطبيعي انك كنت هزيد في الاسبوع دا كيلو لو نزلت نص كيلو انت فعليه نزل كيلو ونص ليه؟ طبيعي كنت تزيد كيلو حالك نقص النص ادي كيلو ونص بتزعلان على النص يا سيدي بص للتوتل لو ما نزلتش خالص كوني باخد يعني معض العائية بعض الحالات للأسف عندها امراض من العائية جديدة شوية وبيتزود لهم جرعات الكورتوزون بشكل كبير مع الأدوية اللي بياخدوها وقالت بعض الناس بياخدوا أدوية علاج بيولوجي جميل كلك ثابت فترة خصوصا فترة الأدوية ايش شي دي دا دا انتصار منك على المرض وانتصار منك على وزنك دول احد اكتر ستة اسباب بتؤدي الى سباة الوزن طيب وو الحل يعني انت الوقت قلت لنا الاسباب وجاي اول الحلقة بتقول لنا فالنتين ومش هنجيب هدايا وابلتشعب اتفضل ربنا واخر الحلقة بتقول لنا على 6 اسباب لسبابات الوزن ومش هتقول لنا على الحل طبعا حقول لكم على الحل انا قدر اس Chanit الحل باهزن الله هيكون معنا في اخر جزء بعد ان شاء الله الجزء جاي هناخد اسئات حضراتكو واخر جزء هيتتلل مع الحل الهيجسر معنا اسئات الوزن شكرا لكم بعد الفاصل بايزن الله هناخد اسئات حضراتكو متظركم بعد الفاصل دلوقتي هتلاقي كل منتجات Green Smile الطبيعية 100% على موقع Green Care Shop على الموقع الإلكتروني www.greencareshop.com ادخل على الموقع واختار المنتج اللي ينسبك واحدد الكمية اللي انت محتاجها واطلبها أونلاين وتوصلك لحد باب البيت لتفاصيل أكتر عن منتجاتنا الطبيعية اتصل على 0122 40 509 أو زور صفحتنا على الفيسبوك Green Care Shop ترجمة نانسي قنقر شكلك أصغر عشر سنين لما تستخدمي بيرني اللي بيحرق الدهون في جسمك أكتر ثلاث أضعاف مايو جرين خس وطير الكرش لو عايز حياتك تتغير وشكلك يبقى أحسن مما تتخيلي وبدون ترهولات أو دفوات يبقى لازم تتواصل مع عياد الدكتور محمد رحيم على رقمنا 010 138 35 311 أو بعتل مرسال على واتساب 015 514 64 558 وإحنا هنكلمك لا 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 خيرك تخالد وعايزة تهدي علشان تعرف تحديث مش قادة تتخيل مش قادة تتخيل يا دكتور إن احنا نبقى أضعب بحض إحنا قضينا مع بعض أحلوات وتتصورش إحنا في ذكريات جميلة ومشتركة بيننا كتير قد إيه بيتحملك وتقدر تسدد عليك بيدخل قبلي في أي مكان برقم إن سبقى الكرش وذكريات دي بجنبها يخليك تخس من غير ضعي معيو جرين خس وطير الكرش وارجعنا لكم مرة تانية لايف معروح حيم ودلوقتي الجزء التاني من حلقتنا النهاردة الحلقة المميزة اللي كل ستة كويسة هتعمل فيها محشي وبط الجزء والله أنا مش عاوز أنا شخصيا مش عاوز عمتا طيب النهاردة دلوقتي الجزء التاني بتاعنا دايما متعلق بالأسئلة وأصلاد حضراتكو بناخدها من المصدرين بتلفونات القناة وده المصدر الرئيسي تاني مصدر عندنا هو الحلقة بتلزيح عندنا اللايف في نفس الوقت على قناتي على الفيسبوك طيب هنبدأ ناخد الأسئلة بتاعتنا من قناتي على الفيسبوك تمام أم حمود تتكلم عليه أفضل أفضل أدوية التخصيص دي المشكلة ذات الكل احنا دايما بندور على سبب سهل لحل الموضوع لو الحل كان في قرص ما كانش حد بقى تخين فيه ناس بتستلف عشان تعمل عمليات وربنا يا رب العمار بيدي اللي لكنا ممكن تدخل ما تخرجش عشان خطر تحل المشكلة لو كان فيه قرص بيخلص كانت هي خلصت لكن صدقيني مش الحل في الأدوية لازم ضايت لازم رياضة الدواء درو بسيط نعتبر من 5% إلى 10% 90% عليك عالضايت والرياضة السؤال التالي كان ازاي اثبت وزني بودي تمام ازاي اثبت وزني بعد ما وصل للمسالي تثبيت الوزن يا جماعة هو تثبيت الوزن واللايف ستايل هو اسلوب حياة بمعنى احنا كنا بنعمل رياضة وكنا بنعمل ضايت وكنا 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 لما اجا بطل انا مش حاطع ده كله مرة واحدة لازم موضوع يتم بالتدريج تثبيت الوزن مرتبط اساسا بعددك الغذائية واللي احنا حاولنا نغيرها طول فترة الرجيم بمعنى حضرتك ارجعي كلي على قد معدتك كنت باكل عشرين صبع محشي قدرت اكل خمسة واشبع كلي خمسة واشبعي وما تاكلش تاني انت كده كويس وهاكل محشي اه هتاكل بعشي دايما عندنا مشكلة كبيرة في وجبة العش وجبة العشة لازم تكون خفيفة خفيفة يعني فاكها خفيفة يعني زبادي خفيفة يعني صلطة وجبنة رجع من بره جعاني صلطة وعلب التونة لايت صلطة وقضعة لحمة بدون دسم على فكرة ده ممكن مش هقول في نطاق الخفيف باي الحاجات دي لكنه في نطاق المشبع لكنه مش بيعمل عندنا مشكلة كبيرة تالت حاجة حريكوا تتعمل الرياضة تقريبا كل يوم مجيش اقطع مرة واحدة ياما نعمل يوم بعد يوم ساعة كاملة ياما نعمل كل يوم نص ساعة اللايف ستايل ده هيفرق جدا معاك لو حريك متابعة مع دكتور طبعا تلزمي بتعليماته لانه هو الاضرع بحالتك ثانيا انا بفضل الشخص اللي كان متابع مع الدكتور يرجع له كل شهرين زيارة واحدة طب كل شهرين زيارة عشان يعمل معايا ايه عشان يتأكد دليل يا مش مزبوط حترك محتاجة سنة او سنة ونص لسنتين عشان جسمك يحافظ على كتلته وما يزيدش مرة تانية تبقي زيك زي الناس لانه لو لخبطه ما بيزيدوش تفصلي تبقي زيهم هتحتاجي من سنة لسنتين في نطاق الوزن القليل طيب من الاسئلة التانية يا فن تمام معنا استاذة معها تفضل استكل زي حضرتك يا دكتور الحمد لله يا فن على فكرة انا عيد ميلادي النهاردة مع عيد الحب لا لازم كلنا نحتفل بالمدامة ونحط لها في البطة اللي اتكلمت عليها خمس شمعات كفاية ولا ايه ستة تمام اللي حضرتك شايف يا دكتور تفضل يا فن كنت حديك عاوز تسألي تفعل السؤال كنت عايزة اعرف طبعا حضرتك عارف كل سنة ونطيب فصل الشتا فكنت عايزين حاجة يشبع بس في نفس الوقت ما اتخلش طيب هنتكلم على كازانوتا شكرا لحضرتك هرد على سيادتك بالنسبة مشكلتنا كبيرة في فصل الشتا هو الصهر على فكرة الصهر هو عضوك الاول وهي حبيبي الجوع الاول الصهر بيجي الجوع عارفة يعني ما يجتمع الصهر الا ما اجتمع معه الجوع يعني الاتنين والكسخين وبعض فمسألة انه بدر بتفرق جدا معنا مسألة الدفق الشتا بيجوعك عشان حضرتك جسمك بيبرد فالرياضة عامل مهم جدا المشروبات اللي بتدفي لو ضغطك مش عالي الجنزبين القرفة هنا ليهم دور كبير جدا واحنا كنا عملنا الحلقة اللي فاتت جزء كامل عن الضايت اللي ممكن نعمله في الجو اللي احنا فيه ده اللي هو لسه الشتا ما ارزش فيه فيلحك ترجع للحلقة اللي فاتت او تبعتلنا كومنت وهنبعتلك نظام الضايت كله كامل من الاسئلة اللي معنا ان حد بياخد دواء استاذة هودا قلت على الاسم دواء معين الدواء اللي حديد بتخطيط ده مهمته في الحياة اللي فيه مادة الأورلستات المادة الفعالة اسمها أورلستات موجود في أدوية كتير جدا مستوردة ومحلية دوره في الحياة انه يقلل تلت الدهون الموجودة في الوجبة نزلة في البراز والتلتين بيدخلوا جسمك طيب هيخسسني ازاي وفعلا خسسني في البداية لانه بحس اللي عليه بتقول انه في البداية بيجيب نتيجة عالية جدا حضرتك الحمد لله فضل ونعمة بتعقي وبتاخد دهون كتير فلما اخده ويقلل تلت الدهون اللي دخله انا كده تمام خسيت بعد شوية جسمك تعود على كمية الأكل اللي دخله له وعلى تلتين الدهون اللي دخله له فبدون رجيم جسمك مش هخس فالحركة دواء اللي واخدها وغرضه الرئيسي ان حضرتك تخسي لا مش هو ده مش هو ده يا فندي ده جزء بسيط جدا من الموضوع ومعنا ام يوسف بن فايوم اتفضل استيكل الو السلام عليكم اهلا بسياتك يا فن بعد اذنك يا دكتور انا وزني خمسة وخمسين تمام يا فن وطولي مية تتة وخمسين تمام وحضرتك انا باخد الحقن في يمن الحمر تمام يا فن فدي وجعي في الرجلية فهل انا زدت على خمسة كيلو انت عاوز ايه فن هي انا زدت على الحقن دي خمسة كيلو زدت خمسة كيلو على الحقن دي حريك كم سنة يا فندي كم سنة ستكوان انا 21 ربنا دي جزء هرد على ساتك حاضر بص يا فندي حقن من الحملة مش بتأسر على على واجع ركب او واجع مفصل بشكل مباشر عشان يبقى وقعين بتزود الوزن اه على فكرة من اسوأ الوسائل بالنسبة لي انا كدكتور دايت طبعا بالنسبة للنسا دكتور النسا هو اللي يرد على كل النوع اضيف حتة وايه اللي مش انسابلك طيب بالنسبة لي حقن من الحمل راس من الحمل الكابسولة اللي بتتحط في الدراع دول من اسوأ الوسائل عشان خاطر بيؤدي فيه مزبط هرمونات عالية وده بيؤدي الى زاد الوزن وحريك فعلا بتقول انك زدت خمسة كيلو مش الخمسة دول الكيلو دول اللي عملوا مشكلة انا رأيي من خلال كلامك ان المشكلة رأسية هي ضعف عضلة الرجلين جهاز الانباضي اللي احنا بنشتغل به اللي بيسي عندنا عضلات الجسم بيتطلع لنا كلمة العضلات اللي موجودة في اماكن الجسم المختلفة من اكتر الاماكن اللي بيلاقي فيها ضعف العضلات هي عضلات الرجلين يليها من اكتر الاماكن بتغير الاولاد بتطبخ بتغسل بتشتغل بيديها وربنا يكون معاها يا رب بتضغيرها لكن الرجلين دايما عندها ضعيفة هي اللي شايلة كل هزا البنيان حضرتك بوزنك اللي كان خمسين وطولك مية تسعة وخمسين في المرحلة العمرية دي انا اعتقد ان عندك ضعف عضلات كامل في جسمك كله خاصة الرجلين هو ده السبب محتاجة تعملي ريوضة لرجلك يا فاند ناخد ده مين يا فاند السادة والاء فضالي استيكل السلام عليكم ازيك يا دكتور وعليكم السلام وحضر وبركاته فضالي يا فاند انا عندي اثمين واربعين سنة ربنا ديكي الصح يا فاند انا خليك بقل مسكنات كتير جدا عشان ايه المشكلة استيكل اه رجليها ضعري اه مفاصلي حكت كتير يعني الف سامن عليكي فاند وزنك كام استيكل وزن مية وخمسة مية وخمسة طولك معم طولك مية مية خمسة شتسين يا ربنا ديكي الصح تمام بص يا سازة ولا ربنا ديكي الصحة حضرتك على المرحلة العمرية دي والوزن ده حريكي المفروض تكوني في نطاقة سبعين خمسة سبعين كيلو طبعا سبعين ممكن نقول ان هو قليل جدا لكن الخمسة سبعين هيبقى رقم كويس حضرتك زايدة تلاتين كيلو بما يعدل تلاتين في المية زيادة حضرتك شايلة طفل شايلة طفل تقريبا فيه ربع ابتدائي تلتة ربع ابتدائي ويمشي بيه طول الوقت لازم كسمك هيكون متكسر احنا تكلمنا عن نقص الفيتامينات الحلقة اللي فاتت والنهاردة بإذن الله حنقولكم على بعض العصير اللي بتزود عندنا او بتزود عندنا مخزون الفيتامينات اللي كانت نقصة تمام فهيرت حلقة تتابع الجزء الجاي من الحلقة حضرتك محتاجة ضمن تحليلك تعملي تحليل فيتامين دي وتحليل كالسيوم اللي تنمع بعض المسكنات زي هي جاي من اسمها مسكنات لكنها مش عليك وزك لازم يقل مغرد ما تبقي خمسة وتسعين كيلو بدل المية وخمسة هترمي كل المسكنات دي في الزبالة طيب أخص إزاي آخر الحلقة دي هنقول بروجرام دايت وهلك لو رجعت للحلقات اللي فاتت موجودة على قناتي على اليوتيوب موجودة على الفيسبوك أكاونت بتاعنا دكتور محمد روحيم هتلاقي كل أسبوع بنزل برنامج دايت هلك عارف انك بعيدة من الفيومش هتدارك جلنا في العادة بتاعتي فانت ممكن تسمعي يا فندم حلقاتي اللي فاتت هتلاقي كل أسبوع بنعمل برنامج دايت هيفيدك جدا بس هدفك الرئيسي في الحياة دلوقتي عشان تسعدي نفسك والصحتك والأولادك والبيتك انك تخصي على الأقل على الأقل 20 كيلو الصحة خص 30 بس لو جبت 20 انت كويسة جدا وسي السامي تفضل يا فندم وعليكم بالسلامة فضل يا فندم بقول له حلقة يا فندم أنا كان جسمي ملياني كان جسمي ملياني جدا يعني وبعدين يعني ربنا بتليني بالسكر فجسمي نزل قوي جسمي نزل قوي يعني كنت أنا يعني مجداء من جسمه كان مليان بس هذا جسمي نزل الحمد لله يعني وبقى كويس يعني بس أنا مشكلة يوطف السكر وبروح لدكتور وثنين وثلاثة ومش لاقي حل عما يلزل في السنهان وعما يتعدي بتاخد يا فندم اقراس ولا انسلين ولا انسلين لا أنا باخد اقراس يا فندم سكر بتاعك مش بزبوط حتى مع الامريل معام مش بزبوط حتى مع الدواء يا فندم لا لا والله أنا مش بتابع يعني ما بروحش عصول بكاترة يعني مش بتابع يعني كم سانية وست سامي أنا ثلاثة واربعين سنة ربنا لديك الصح والعبري بوست سامي بوست سامي احرد على السيارة كيفاني فضل كان جسمي تعبني يعني كان كل كنت بعاني بعاني من كل حاجة فادرات انه جسمي كويس بقى نزل نزل خوص نزل خوص من سبعين كيلو تمام لكن ما زلت تعبان برضو اه من السكر من السكر روحت الدكاترة ورحت الكتير ما فيش بالضبط يفن مش عارف عمي جزء ربنا ديك الصح هو الفكرة الرئيسية في مريض السكر ان هو تنظيم غذائه هلقي عندك سكر من النوع التاني اللي هو الناس اللي بتعتمد على الراس في علاجها بمعنى ان البنك الرياس الحمد لله شغال شغال بس فيه قصور شوية لكنه مش مؤثر معنا بشكل كامل مشكلتك الرئيسية دايما بتكون في قلة ممارسة الرياضة على فكرة حيبقوله اسباب بسيطة ويمكن حد يقع في البيت يا عم ما اتكلام دي اسمعنا قبل كده صدقني كل حالة مفتاحة في حاجتين تتا بساط مشكلتك الرئيسية في قلة ممارسة الرياضة ده حاجة مهمة جدا الحاجة التانية مشكلتنا في عدم تنظيم الوجبات وبتكلم على مواعدها احنا كمصريين واحنا للأسف عشان ظروفنا الحياتية بتضغط علينا ومضطرين نتحرك كتير ونشتغل فترات طويلة يعني ربنا يكون في عون الكل فبنهمل في أكلنا طوال فترة طويلة ما تاكلش تكتاكل واجبة كبيرة الدنيا عام بك تتبهدل انت قلتلي معلومة خطيرة جدا حضرك مش بتابع السكر هنا في كرسة حضرتك عمرك ما هتخص كويس تقول لي سكر ببهدلني طب سكر ببهدلك وحريك مش بتتابع لازم تتابع مع اتنين مع بعض دكتور السكر دي كالجورعة بتاعتك وبعدين ترجع لدكتور تغزية صدقني هتتابع شهر واحد حريك وزنك نزل شهر واحد بس كفيل ان يرجع لك صحتك مرة تانية برضو بتكلم ان حضركك مريض سكر لازم بنكون بناخد فيتامين ب12 الحقن بيب كومبليكس 6 و 9 و 12 بناخده ده ضروري جدا لو كنتش بتاخده فترة الفاتية تريد تبدأ تاخده من دلوقتي ده مهم جدا وضروري جدا برضو ترى أكلك متوازن اللي فيها كالسيا مع رياضة نصف ساعة في اليوم مع نظام ده متوازن وأهم حاجة بالنسبالك حتى لو مرحش الدكتور تصبيط مواعية العكل أم إيادة فضلست كل أهلا بيكم أم إيادة فضل يا فاند دكتور لو سمحت أنا كنت بعمل بقالي بأربع شهور أول وبأثبت تمام كواس جدا أم إياد فخضنا أم إياد يعني أنا ممكن ما تكملش الحلقة بسبب الموضوع ده بترجع لنا مرتاني إن شاء الله بإذن الله يا فاند طيب من الأسئلة اللي جات لنا على الأكاونت بتاع الفيسبوك هو الطبيعي نخس كم كيلو أستاذة سوها حازم بتسأل هو الطبيعي نخس كم كيلو في الشهر الموضوع بتوقف على أول مرة بتروح تيوزيني اللي عنده الدكتور بيقس مية عضلات دهون كتلتك الدهنية قد ايه طيب الطبيعي قد إيه يا فاند بأول شهر بنتكلم في نطاق من 6 لـ 8% من وزنك الحالي يعني لو كنتي مية كيلو الصح نخس من 6 لـ 8 كيلو بعض الناس بتوصل لعشرة طبعا لكن لا هو من 6 لـ 8% ضد طبيعي أول شهر تاني شهر الموضوع بيبدأ يقل فرق معنا جدا اللي احنا بنخسه ده مية والعضل ودهون طبعا لو فيك كميات مية جسمك حبسها دي لازم تنزل لكن العضلة لازم نحفظ عليها ويبقى الخسسان صفي دهون ما تركزيش انت خسيتي كم كيلو ركزي شكلك تغير قد إيه دي بالنسبة لسنها هفنم بإذن الله طيب ردينا على أستاذة نوها أنا كنت عاوزة أخذ أسئلة كتير بس احنا معانا إن شاء الله في الفاصل الجاي حل وشكية ثابت الوزن ما تروحوش في أي حتة لأن الموضوع ده هيتحل النهاردة بإذن الله وللأبد فاصل وارجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر شكلك أصغر عشر سنين لما تستخدمي بيرني اللي بيحرق الدهون في جسمك أكتر ثلاث أضعاف معيه جرين خس وطير الكرش لو عايز حياتك تتغير وشكلك يبقى أحسن مما تتخيلي وبدون ترهولات أو ديفوات يبقى لازم تتواصلي مع عيادة دكتور محمد رحيم على رقمنا 010-138-35-311 أو بعتل نرسال على واتساب 015-514-645-8 وإحنا هنكلمك لايف مع رحيم كل يوم اتنين من الساعة ساعة سابعة وطبعا يوم مبارك عليك وطبعا مولد النبي السبوع الجاي كل ساحاكو طيبين وإذن الله يا رب سنة تكون جديدة علينا ومولد سعيد علينا ومولد الجاي النبي بإذن الله نجد أغلبنا في صحة أفضل وسعادة أكبر ومننساش الساعة الطيبة اللي هتعمل بطل جزها فوالله ما أنا والله أنا ما عاوز المهم الحل حل مشكلة سباة الوزن احنا تكمن على الأسباب الحل ايه بقى ضمن الأسباب هتلاقي الحل طبعا كل حد عارف هو عامل إيه في حياته أو إيه الغلطة اللي عملها قدت إلى سباة الوزن طيب الحل بشكل عام أو الوصفة أو الزتونة من الآخر الحاجة اللي ممكن في دقيقتين تخلص معنا القصة دي إيه رقم واحد لقبط في الأكل شوية لو أنت منتظم على بروجروم دايت بقى لك فترة لقبط شوية مش هتخسر حاجة لقبط أربع خمسة أيام كل اللي انت عاوزه بس طبعا أكيد أكيد بعقل يعني إيه حاجة أبدأ أكل محشي زي ما تكلمت خد خمسة سبعة سابع ما تخدش خمسة عشر عشرين هناكل لحمة نفسي في حاجة محمرة يا سيدي مش لازم تبقى ثلاثة أربع قطعة خد قطعة واحدة محمرة وهكذا تمام نفسي في حلويات مش لازم كل يوم يعني خد الأسبوع دا يوم أو يوم لا كل في الأسبوع دا اللي انت عاوزه بس برضو في نطاق العقل عشان منفتحش حجم المعدة بس مش أكتر لكن كل اللي انت عاوزه حتى لو أكتر من وجبة لخبط شوية بعدين هنرجع لنظام دايت مناسب الفكرة بقى اللي معامل مفتاحك هو الدكتور بتاعك يا ترى انت كنت عامل إيه غلط بس بشكل عام انت كنت عامل إيه غلط هتشوفه لو كنت عامل كيتو دايت أنا ما بحبوش هنرجع ناخد نظام تاني بس مش كيتو تمام؟ ممكن ناخد نظام فيه كارب شوية نظام فيه طبعا الناس اللي بتعمل كيتو دايت لأسف عندنا نقص فاتمزي جديد بسبب اللي تناولهم للفكهة نبدأ ناخد نظام فيه رسبة فواكه أكتر لو انت حريك عامل كنت عامل نظام قاسي نرجع ناخد نظام متوازن لكن مفتاحنا الرئيسي هنا هو مضعفة ممارسة الرياضة وتنوعها بمعنى كنا بنعمل رياضة نص ساعة يبقى نعمل ساعة كنا بنعمل ساعة يبقى نعمل ساعتين تنوعها لو كنت بتمشي يعني نط حبل أو يجري وفي الليل مثلا أرقص حنضعف وقت الرياضة وحنغير طبيعتها ده مهم جدا ومفتاحي مهم جدا بالنسبة لي الناس اللي بزنة يثبت وتبدأ ترجع عشان تكسروا مهمة قوي الريبلسمنت ميلز وانت كانت حلقاتنا التلاتة اللي فاتت واجبت لكم أكتر تلاتة ريبلسمنت ميلز اتكلمني عليهم اتكلمني عن فادتهم وهنا حنتكلم على الليسبورلينا اتكلمني عليها كتير وبعض الناس سألتني والليسبورلينا دي عبارة عن ايه يا دكتور انت بتبيعها انا مش ببيع ايه منتجات خالص جميل انا بس بتكلم على حاجة كويسة وحاجة مفيدة اتكلمنا ان فيه بند كبير جدا اسمه نقص فيتامينات واملاحه معادن بيحصل معنا مع اي حد بيعمل ضايت ده بيؤدي الى ثبات الوزن وبعض الناس اللي عندها نقص فيتامينات واملاحه معادن وزنها ما بينزلش عشان خاطر النقص اللي عندها بعض الناس بتعلم الراق شديد ويترى عشان تعوضوا بتطر تاكل زيادة كيس عبيض صغير اتنين ونص جرام لخمسة جرام في اليوم هيكفي احتياجاتك من حاجات كثيرة جدا الاسبرولينا بحيث العلمية بتتكلم ان خمسة جرام خمسة جرام يوميا بيكفيك تقريبا من خمسين لستين في المية من احتاجك اليومي من البروتين والاملاح والفيتامينات والمعادن بعض الناس بتروح لانها بتكفي من ثمانين لمية بس يعني السابت بالتجربة هما من خمسين لستين طبعا ده شيء كويس جدا طيب حيفرق ايه معانا وجودها في الضايت يعني هي دي اللي حتاجك سترصباتي بس لأ الوجبات بقى اللي حنعملها الخلطات اللي حنعملها حاجة صغيرة قيمتها الغذائية عالية سعراتها قليلة دي الخطة بتاعتنا نبدأ معانا بالطريقة الاولى اللي كمنا عليها الرب جي اس الرب جي اس اللي هي الرب جي بشكل عام اللي هي العصير الالترا بيرنين اللي بيزود معانا معدل الحرق بشكل عالي جدا اتكالبنا على الرب جي اس اللي هو كان عبارة عن رمانايا موزايا 200 ملي عصير برطقان كيس سبرولينا وتفاحة خضرة رمانايا موزايا تفاحة خضرة 200 ملي عصير برطقان وكيس سبرولينا ايا كان بقى ممكن منتج جريل لاين كويس جدا او السبرولينا الخام البودر هو جريل لاين الميزة اللي فيه انه طعمه استساغى عنه السبرولينا البودر لكن يبتلك فيهم نفس القيمة الغذائية بيتضرب في خلاط كويس جدا وبيتخذ عندنا بدل وجبة سواء فطار سواء عشاء تاني حاجة تكلمنا عليها الارفت اس تكلمنا على نقص الفيتامينات والاملاح والمعادن بالنسبة لناس كتير الارفت اس بالنسبة لنا هو عصير عالي القيمة الغذائية بالنسبة للفيتاميز بالنسبة للفيتاميز والناس اللي بتعاني من نقص فييتاميز قلنا هيكون عبارة عن ايه الرمان والرمان كانوا ليه دور كبير جدا معانا الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية الرمانية زائد بنجرايا مسلوقة مسلوقة بشكل جيد زائد نص معلقة كامون حاجة كده على طرف المعلقة زائد معلقة سمسم مش محمص صغيرة زائد عصير برطقان بدون سكر وكيس سبرولينا اتكلمنا عن الجريد لاين او غيره يعني اللي حركت تحبيه ما عنديش موك تتسخدمي من غيره بس انا انصح به بصراحة بشكل عالي طيب الرمانية بنجرايا نص معلقة كامون حاجة بسيطة عشان الطعام مبقاش سيء بالنسبالنا معلقة سمسم صغيرة ممسوحة معلقة سمسم صغيرة ممسوحة عصير برطقان بدون سكر وكيس بورولينا بدرفة خلاط وبتاخد عندنا بدل وجبة الحاجة الثالثة بالنسبالنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت الارزاد والارزاد ده كان عبارة عن حاجة شبه الزبدو اللي بنشتريه او الحاجات الزبادي اللي بنشتريها من الشارع لكن هنا بنتكلم بقى الحاجة الصحية وصعاراتها قليلة وقيمتها الغذائية عالية كوباية زبادي لايت خليط دسم طبعا كيس بورولينا تفاحية خضرة وعصير برطقان بدون سكر وتضربوا مع بعض طب احنا هناخد الكلام ده كله ازاي يعني انت كده ما قفتناش احنا هنعمل ليه بالزبط عشان كده في بروجرام دايت للناس اللي وزناها سابت لما ترجع تعمليه قلنا اسف حضرتك هتروح في البداية طاله أخبط لمدة اسبوع بعدين هترجع على فكرة واضحة ان في حد نقق علي عشان موضوع البطة دا وموضوع الهدية ماشي هنرجع لغبط لمدة اسبوع بعدين نرجع نعمل دايت مع مضاعفة وقت الرياضة الدايت اللي انا افضله في حالة زي كده هيبقى عبارة عن الفطار الربجي اس اللي سمتكلمين عليه الغداء هيبقى شربة كرومب معها بروتين فراخ او لحمة او ارانب شربة كرومب يا جماعة اللي هي عبارة عن ايه شربة خضارة عادية يعني كوسة فصولي خضرة جزر بطاطسو بسلة لا شربة خضارة عادية هتضف عليها ورق كرومب وحزبتين ثلاثة كرفس ادي شربة كرومب مش محتاجة ايه فزلكة تضرف خلط بعد من تعملها تضرف خلط وتتاكل كلها مع بعض او يعني تاكلها بالمعلقة يعني ايه ان كانت الطريقة اللي تحب تتناولها بيها لكن هي عبارة عن كوسة فصولي خضرة جزر كرومب طبعا بشكل رئيسي كرومب بشكل رئيسي وعبدنا حزبتين كرفس مع بروتين العاشة بتاعنا ارفت اس او ارزاد ارفت اس او ارزاد انا قلت لحرركوا طبعا كل المكونات دي الحلقة الجاية طبعا دي كانت ضاية الاسبوع ده اللي هينزلنا بشكل كبير بإذن الله خاصة للناس اللي سابتوا في البوزن الحلقة الجاية بإذن الله هتبقى حلقة مهمة للسيدات بشكل مطلق اللي هي اشكال الجسم واحدة عمدها دهون في الارداف دهون في الدراعات دهون في اي مكان في الجسم دهون في البطن كل واحدة ليها شكل جسم هكلمكم على اشكال الجسم وازاي وايه مشاكلها وتراكم الدهون فين وحل المشاكل دي الست عن رأي شخصي لووزناها مهما كان بس شكلها متناسق هتبقى مبسوطة الحلقة الجاية عشان تبسطكم كان معاكم محمد رحيم كل سلامتوا طيبين مولد نبوي سعيد عليكم بإذن الله بدون مقطعة اشوفكم بإذن الله هتين جاي اشكال الجسم ومشاكل اللي بتجنب بسبب اشكال الجسم واماكن تراكم الدهون في الجسم خاصة للسيدات يوم الاتين جاي بإذن الله كان معاكم محمد رحيم لايف مع رحيم كل يوم اثنين من سبتة لسبعة اشوفكم الاتين جاي بإذن الله